أولى ثانية ثالثة وتلك هي الرابعة جولات ترسم الفرصة الأخيرة التي تسبق احتمالات ليست ضربا في الودع إنما حقائق تنتج على الساحة العراقية أثقلت ملف بغداد السياسي والأمنية حملها الكاظمي جميعها بخطوطها الحمراء في حقيبته الدبلوماسية مكاشفا بها مصارحا رجل البيت الأبيض تلك إذن بين بغداد وواشنطن مخرجات حوارا استراتيجي لا يتجاهل في طياته معطيات الميدان بعد انتخابات رئاسة إيران وانعكاس الحوارات مع أمريكا والاحتدام معها أيضا بزيادة الهجمات على مصارحها في العراق من قبل فصائل مسلحة تدعمها طهران مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية فتح صندوق العنوين الرئيسة في حوار تريد منه بغداد الاستقرار الأمني والنائية بنفسها عن تصفية الحسابات ليس هدف حسب بل أن التواجد الأجنبي من قوات عسكرية عنوان أساسي هو الآخر على رأس السطر الذي يحدد أفاق ومصير البلاد ومستقبله الذي ينتظر بناء سياسيا جديدا خاليا من تراكمات الفوضى ولأمريكا فضل في دعم جهود محاربة الإرهاب التي نجح بها العراق لكنها على علم ويقين بحاجة التنسيق المستمر لاستمرار المواجهة التي تثقل بغداد ببراثن خلايا الإرهاب الداعشية وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط ذهبت لرؤية ثاقبة بتقرير مصير المسار في العراق وعلاقته مع الجارة الإيرانية ودوره الفاعل في المنطقة بعيدا عن تصفيات تساهم في نزف الدم العراقي آن لها الأوان وأن تنتهي فوق كل هذا والمعزز له يؤكد ضمان نزاهة انتخابية تعيد الثقة لشارع عراقي آن له الأوان أن يصبح مفتوحا على اتجاهات عربية وعالمية لا توقفه إشارات الفوضى الحمراء اشتركوا في القناة